شهدت العاصمة السودانية الخرطوم تظاهرات حاشدة دعت إليها قوى سياسية من اللجنة الفنية لقوى الحرية والتغيير تطالب بإسقاط الحكومة وشارك في هذه التجمعات أنصار الأحزاب وحركات الكفاح المسلح التي وقعت على ميثاق وطني واتفقت على العودة لمنصة التأسيس ورفع المتظاهرون لافتات ورددوا الشعارات تدعو لاستكمال مؤسسة الحكم وعودة نقابات العمال وإصلاح شامل يشمل كل مؤسسات الدولة تتفاقم الأزمة السياسية في السودان ومعها تحاول العديد من الأطراف الفاعلة إلقاء حجر يحرك المياه الركدة أو فتح باب أمام الحلول المحتملة أحدث ما جاء بهذا الشأن خارطة طريق كشف عنها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك لإنهاء ما وصفه بأسوأ وأخطر أزمة تهدد الانتقال السياسي في السودان حمدوك قال إن الخارطة تؤكد على أهمية تشكيل مجلس تشريعي انتقالي وإصلاح الجيش وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية ضرورة الوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد بين جميع الأطراف والتأمين على أن المخرج الوحيد هو الحوار الجاد والمسؤول حول القضايا التي تقسم قوى الانتقال مرجعيات التوافق بين مكونات السلطة الانتقالية هي الوسيقة الدستورية وهي مرجعية يجب أن تحترم وتنفذ نصا وروحا ويمكن مناغشة كل المواغف والغضايا استنادا على هذه المرجعية وبشأن التوتر في شرق السودان كشف حمدوك عن وجود اتصالات لعقد مؤتمر دولي للمانحين لصالح المنطقة والسعي لتلبية مطالب المحتجين هناك خارطة الطريق التي عرضها حمدوك سبقها بأيام تصريحات لرئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان حملت جانبا للحل المقترح من وجهة النظر الأخرى البرهان قال إن الخروج من الأزمة الحالية لا يأتي إلا بحل الحكومة مشيرا إلى أن الشق العسكري يرفض الاستمرار في الشراكة بشكلها القائم وطلب البرهان بتوسيع مشاركة الأحزاب السياسية في الحكومة الانتقالية وتشكيل مجلس تشريعيا يمثل كل الشعب عدى حزب المؤتمر الوطني إذن كل طرف يحاول تقديم مقترحات للحل وفقا لرؤيته ما يجعل الصدام عنوانا للمرحلة الحالية في ظل تساعد الخلاف بين المكونين العسكري والمدني لكن يبقى الشارع السوداني بانتظار حدوث التوافق المنشود بين الرؤى مما يدفع السودان للخروج الآمن من المرحلة الانتقالية وينضم إلينا من الخرطوم المستشار الإعلامي السابق لرئيس الوزراء فايز سليك ومن الخرطوم ينضم إلينا بعد قليل الخبير الأمني والاستراتيجي الفريق حنفي عبدالله مرحبا بك وسيد فايز نتحدث عن تطور الأخير حقيقة حيث أن جزء من قوى الحرية والتغيير توقع على المثاق الوطني نحن أمام أي مشهد حاليا نحن أمام مشهد ملتبس ومرتبك وصل مرحلة يمكن أن نصفها بأن مرحلة كرة لهب تتدحرج حيث نشهد تصعيدا بدأ اليوم هذا التصعيد قد يؤدي إلى احتلال أو محاصرة مجلس الوزراء أو قيام اعتصام حول هذا المجلس هذه جزء من المعلومات التي ترد من هناك حتى هذه اللحظة هذا الحراك سيرد عليه المكون الآخر الذي يعتبر المكون الأصلي بمليونية يوم 21 أكتوبر حيث تصادف ذكرى ثورة أكتوبر عموما هو صراع ما بين الانتقال المدني الديمقراطي وما بين دعم انقلاب عسكري زاحف يريد أن يقضي على الانتقال وأن يعيد الأوضاع في السودان إلى ما قبل 11 أبريل 2019 هذا الحراك أو غيره مربوط بما يحدث في شرق السودان بما يحدث في غرب السودان أحيانا بأحداث تفلتات أمنية كانت تحدث في العاصمة اضطرابات تحدث هنا وهناك ومحاولة لحصار الحكومة المدنية كل هذه الجهود في النهاية تهدف إلى إسقاط حكومة الدكتور عبدالله حمدوك وتشكيل حكومة جديدة كما ينادي الطرف الآخر يسميها حكومة كفاءات بغرض إقصاء أحزاب سياسية تسيطر حاليا على الحكومة وتشارك للمفارقة حتى الجزء الآخر الذي يكون نفسه حاضنة جديدة يشارك في السلطة بدليل أن مثلا وزير المالية هو الدكتور جبريل إبراهيم وأن السيد من أركم الناوي هو حاكم إقليم دارفور ولهم ثلاث أولا في دارفور ولهم أعضاء في مجلس السيادة هذا يؤكد بأن هناك أجندة أخرى غير أجندة ما يسمونه بالاختطاف لأنهم هم جزء من المشهد السياسي لماذا أستاذ فايز اسمح لي على المقاطع لماذا لا يحتكم طرفين في قوى الحرية والتغيير للحلول والتوافقات بدل إنزال الشارع على الأرض لأنه في النهاية سيحدث هذا الصدام الذي سيؤثر على المشهد السوداني ككل نعم الطرفان الآن يميلان إلى سباق المسافات الطويلة عبر الحشود اليوم حشود وبعد يومين أو خمسة أيام ستكون هناك حشود موازية وربما تحدث مصادمات أو مواجهات هذه مسألة في غاية الخطورة هذه المسألة تحتاج إلى إرادة سياسية إلى رؤية ثاقبة إلى النظر خارج الصندوق وإلى النظرة الوطنية الشاملة للأسف فشل السودانيين حتى الآن في إيجاد مشروع وطني يتفق عليه الجميع هذه هي المأساة لأن كل هذا السباق الآن كل يدعي بأنه هو الحرية والتغيير الأصل كل يدعي بأنه الحاضنة الحقيقية وكل يريد أن يسيطر على المشهد ويتهم الآخر بأنه يسيطر على المشهد والأخطر من ذلك حتى دعوة التوسيع قاعدة المشاركة هذه حمالة أوجه لأنها في آخر المطاف ربما وهذه المؤشرات تؤكد وجود أحسن الطرواضة داخل بعض القوى السياسية ولكن سأسألك على التوسيع أسمح لي قاعدة المشاركة هذه ومن مخاوف يعني ومن مخاوف السيد حمدوك وفريق القوى الحرية والتغيير من ذلك سأسألك ولكن دعني أذهب للسيد الفريق حنفي عبدالله الخبير الأمني والاستراتيجي الذي ينضم إلينا عبر الهاتف سيد سعاد الفريق مرحبا بك حقيقة الآن نحن أمام مفاق وطني جزء من قوى الحرية والتغيير تصادق عليه سيجعلنا أمام أي مشهد برعيك شكرا جزيلا تحية لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين أنا أعتقد أنه كما ذكر ضيفك أمكن استمعت لجزء من حياة من حديثي هو المطلوب فعلا بالفعل حكمة وتناسي المصالح الشخصية والتمترس بالروح الوطنية وإرادة سياسية بتوسيع قاعدة المشاركة من أصل الحاضنة وليس دون ذلك يعني يمكن الحاضنة الأولى تقول أن هؤلاء هم الفلول وما إلى ذلك الشعب السوداني التغيير هذا لم ينعكس عليه بصورة واضحة جدا تمترس هؤلاء بالسلطة واستغل السلطة بصورة واضحة جدا حتى الأجراعات التي تمت مثلا لجنة التمكين تم تكريس هذه اللجنة لتتحول إلى حاضنة سياسية وإلى منصة سياسية إن تنطلق منها المظاهرات نفس المشهد اليوم الآن تم تحشيد المواطنين بنفس الصورة التي حدثت اليوم في مجلس التشريعي لولاية الخرطوم وهو مكاتب لجنة التمكين الآن الصورة المطلوبة هي أن يعتد الجميع بأن هذا التغيير لا بد أن يكون في إطار المؤسسات المشاركة الواسعة لكل طبقات المواطنين ما على المؤتمر الوطني هذا واضح جدا وأن يلتف الجميع لمصطحة البلاد جربنا الدوام المتكررة انقلابات عسكرية ومدنية وما إلى ذلك هذه أنا أعتقد آخر خرصة سيد حنفي اسمح لي على المقاطعين نعم يقول لك توسيع قاعدة المشاركة حمال أوجه يعني هناك ألغام في هذا التوسيع هل أنت مع هذه النظرة؟ هي حمالة أوجه إذا كانت انصرت الحال لكن هناك صورة واضحة جدا هناك عداد موقع وقع على ميثاق الحرية والتغيير الآن أكثر من 70% من هؤلاء خرجوا اليوم ونعم يعني هذه المثلة يمكن أن يكون هناك بعوار هاري جدا بعيدا عن الاحتقان الشخصي والمصالح الشخصية تجتمع قيادات من هنا ومن هناك وبالتالي تتم معالجات موضوعية وبالتالي هذه المثلة تنعكس بصورة مباشرة جدا على الاتفاق على تصحيح المسار وتكون هناك إرادة حقيقية تكملت هياكل الفترة الانتقالية والاتجاه نحو الانتخابات حرة ونزيحة الآن هذه الحاضنة الأولى لا تتحدث عن الانتخابات يريدون أن يكونوا مجلس تشريعي بصورة يعني يحاولوا استئثار بالسلطة وما إلى ذلك ويخففون من هؤلاء لا يشكلون هذا هؤلاء يفلون هذه الأصوات غير مظلومة الآن يكون الوعي الوطني الإرادة السياسية الحكيمة هذه هي الصورة المطلوبة وعدم استغلال هذه المواقف السياسية كمنصات سياسية ضيقة تضيع كل الأهداف التي هذه نقطة واضحة دعني أسأل سيد فايز اسمحني في هذه النقطة ما المشكلة في توسيع قاعدة المشاركة لم الشمل السوداني بدل أن تستفرد طائفة أو فريق ما بالحكم خصوصا نحن مقبلين على المجلس التشريع الذي طال انتظاره حقيقة أكثر من عام ونصف يعني نحن على مشارف عامين الجميع متفق حول ضرورة توسيع قاعدة المشاركة بلا شك لكن كما قلت أنها قد تكون حمالة أوجه أحيانا خاصة حينما تأتي مثلا من الطرف العسكري لأن الطرف المكون العسكري يريد إرباك المشهد بخلق حاضنة سياسية جديدة وببداية انتقال جديد لأن هذه الأيام أو هذه الفترة يجب أن تنتهي الفترة الرئاسية للمكون العسكري لمجلس السيادة وتحويل الرئاسة إلى المكون المدني هذا هو الصراع مسألة توسيع القاعدة قد تعيد كما يقول البعض مثلا منصة على أساس نعود من الأول من هي الحرية والتغيير من يمثل من الذين وقعوا على هذه الوثيقة أو غيره ومن الذين يحق لهم تشكيل الحكومة الانتقالية وكيف يتم تشكيل المجلس التشريعي هذه قضايا بلا شك هي قضايا في مظهرة عادلة لكن تزيد الإرباك إذا كانت القصد منها أشياء أخرى منها تمديد الرئاسة العسكرية إضافة إلى الوقت في ضد الإصلاح ما الأدلة على هذه النقطة أستاذ فيز اسمح لي أتعلم بالأجهزة الأمنية والشرطية اسمح لي على المقاطعة ما أين أدلتكم على أن المكون العسكري لا يريد تسليم الحكم للمدنيين كل تحركات وكل إشارات المكون العسكري تؤكد ذلك ما تم في الخرطوم قبل أسابيع مثلا من مسألة انفلات أمني واضح كل شخص في السودان يعرف بأن هذه حالة مصنوعة فوضى مصنوعة من يصنع هذه الفوضى لأن الأمن مثلا تحت سيطرة المكون العسكري لكن معروف أن الجريمة تحدث في كل العالم ويمكن أن تحدث في الخرطوم لكن أن تحدث بتلك الطريقة المفاجئة وتختفي كذلك بتلك الطريقة المفاجئة تكشف مدى تورط بعض الجهات المشاركة في السلطة في هذه المسألة أيضا مسألة ما يحدث في شرق السودان أيضا مع عدالة قضية شرق السودان مع أهمية ما يطرحون محتجون من قضايا عادلة لا خلافة حولها لكن هناك أيضا تواطف في حل هذه المشكلة لأن المسار الذي يتحدثون عنه هذا المسار صنعه المكون العسكري لم تصنعه الحكومة التنفيذية بلا شك هناك أيضا عدد من الإشارات حتى التصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس السيادة الفريق عبدالفتاح البرهان حول أنهم سيسلمون السلطة إلى حكومة منتخبة هذا على عكس ما يدور في مسألة الوثيقة الدستورية الفريق حميتي أيضا تحدث عن أنهم لن يسلموا الأجهزة الأمنية والشرطية إلى مكون مدني إلا إذا كانت هناك حكومة منتخبة حسب نص الوثيقة الدستورية يجب أن يسلم المكون العسكري السلطة إلى مكون مدني مع بقاء الشراكة هذه المسألة لا تعني إلغاء الشراكة على الإطلاق داني أسمع وجهة نظر الفريق حنفي عبدالله في هذه النقطة سيد حنفي حقيقة ألا ترى بأن هناك انزياح من المكون العسكري على الوثيقة الدستورية التي تنص على التداول بين العسكريين والمدنيين وأن الفريق العسكري يحاول إصطناع المشكلات وخصوصا مشكلات ميدنية ميدنية عفوا في شرق السودان وما إلى ذلك من أجل عدم تسليم هذه السلطة ما ردك على كل هذا الكلام؟ أولا لم يحن موعد تسليم رئاسة مجلس السيادة إلى المكون المدني لأنها كانت ستكون في هذا العام ولكن بعد تقرار اتفاق سلام جمع تم اتفاق على تمديد هذه المسألة عام كامل وهذا العام لم يحن بعد سيكون في مايو 2022 وبالتالي الحديث يسبق هذه المسألة ولا دخل لما يقال بأن المكون العسكري يتمترس في رئاسة مجلس السيادة الحديث حول أنه سيسلمون البلاد إلى حكومة مستقلة مسألة هذه تتعلق بأن هذا المكون العسكري سيظل في مجلس السيادة ولكن ليس في رئاسة مجلس السيادة يعني بمعنى أن أعضاء مجلس السيادة من العسكريين سيبقون كما هم يعني لن يؤثر عليهم وبالتالي هذه المسألة مسألة أن تكون هناك سلطة من المدنيين على القوات المسلحة وأجهزة الأمنية وتدخلهم في مسألة الهيكلة هذا خارج نطاق المسألة لأن هذه القوات المسلحة وكذلك القوات النظامية لها قانون الآن تمت حيكلتها وبدأت الهيكلة بصورة واضحة جدا الآن جهاز المقابرات العامة برغم أنه تم تغيير القانون ومنح ولم تمنح له الحصانات التي كانت في السابق ولا السلطات رغم ذلك قام بدور مشهود في ضرب الخلايا الإرهابية التي وصفتها أيضا الحاضن السياسية بأنها مفبركة وأنها وأنها كذلك كذلك حتى اتهم القوات المسلحة بأنها فبركة المحاولة الانقلابية الآن الحديث الذي أشار إليه سيد رئيس المجلس الوزراء أمس بأنه يقر بدور القوات المسلحة والقوات النظامية ويحترمها هذا هو المطلوب وبالتالي يترك رئيس الوزراء يقوم بدور أمة يعني يقارعون رئيس مجلس الوزراء ويجتمعون معه اليوم ويخرجون بيانات ضده ويتهمونه بالفشل وما إلى ذلك الآن الصورة الآن هم من يتركوا هذه الفزاعات إن القوات المسلحة والقوات النظامية يتركوا لأن السلطات المدنية تحمل كل ثمات هذه المسائل هذه الانشقاقات في الحاضن السياسية إذا التأم الجميع ستكون هناك عملية حلول واضعة جدا لأنه لا يمكن أن تستأثر سلطة لا تشكل أكثر من 15% بالسلطة وبالوزارات هم يطالبون بتغيير المجلس الوزراء وليس تغيير رئيس مجلس الوزراء حضرت الفريق اسمح لي على المقاطعة حتى أوزع فقط الحوار سيد فايز اسمحني على المقاطعة أستاذ حنفي ما مصير الشراكة برأيك بين القوى الحرية والتغيير وأيضا المكون العسكري برأيك وكيف ستؤثر هذه الانشقاقات داخل الحرية والتغيير على الحكومة أساسا في النهاية فيما يتعلق في رأي الحرية والتغيير أو كل الشعب السوداني في الجيش ليس هناك رأي سلبيا بالعكس الناس كلها تحترم الجيش وتريد جيشا قوميا مهنيا يؤدي دوره في حماية الدستور في حماية البلاد في حماية حدودها ليست هناك أي صراعات مع الجيش لكن بعد قادة الجيش يريدون أن يصوروا بأن الصراع مع الجيش ليس مع السياسين في الجيش ويريدون أن يحولوا الجيش إلى حزب سياسي هذه هي المشكلة ليس هناك أحد ضد القوات المسلحة ليس هناك أحد ضد الشراكة حتى هذه الشراكة يجب أن تستمر حتى يلتزم الجميع بالوثيقة الدستورية أما فيما يتعلق بمسألة أيلولة الأجهزة الأمنية والأجهزة الشرطية للمكون المدني أو غيره هذه حقائق نصت عليها الوثيقة الدستورية في المادتين 36-37 في الوثيقة الدستورية هناك نصوص واضحة حول وضعية جهاز المخابرات وسلطاته بأنه جهاز احترافي مهمته جمع المعلومات وتسليمها إلى جهات اتخاذ القرار على أن يكون تابعا للمكونين السيادي والتنفيذي أما الشرطة فهي جهاز مدني مهمتها تنفيذ القانون وهي جهاز قومي تدبع لمجلس الوزراء باعتبار أن وزير الداخلية هو عضو في مجلس الوزراء هذه مسائل واضحة جدا هذه واضحة سيد فيز ولكن إلى أين سيصل بنا كل هذا الصدام في الشارع إلى أين سيصل بالسودان وإلى أين سيصل أساسا بالخارطة التي وضعت استنادا للوثيقة الدستورية هل نتوقع أن تتغير الأمور أم سنجد توافق في النهاية؟ بلا شك السودان مقبل على عدد من السيناريوهات هناك سيناريوهات قد تكون غير سارة للسودانين وهناك سيناريوهات يمكن أن تقود المرحلة الانتقالية إلى بر الأمان وهذا هو المطلوب المطلوب كما قلت إرادة وطنية مشروع وطني حقيقي يجب أن ننأى عن شح النفس شح النفس هذه آفة من آفات السياسة السودانية كل الشخص يرى بأنه هو الصحيح وكل الشخص يرى بأنه هو الوطني والآخر هو الخائن أو هو العميل أو هو الذي لا يصلح لهذا المنصب مسألة شح النفس هي تؤثر حتى على مسألة الانشقاقات التي تحدث هناك انشقاقات على مستويات أفقية ورأسية ليست على مستوى فقط الحرية والتغيير بل حتى على مستوى القوى السياسية معظمة هذه هي حقائق لا بد أن يعيها الناس فيما يتعلق بالمكونين الحرية والتغيير الأصلية يجب أن توسع القاعدة فيما يتعلق بحماية الانتقال الحرية والتغيير الأخرى يجب أن تتحول إلى أنها حاكمة أنهم رجال دولة لا معارضين إلى الدولة التي يشغلون فيها مناصب شكرا جزيلا لك أستاذ فايز أسليك المستشار الإعلامي السابق لرئيس الوزراء كنت معنا من الخرطوم وأيضا الخبير في شؤون الأمنية والاستراتيجية الفريق حنفي عبدالله أيضا من الخرطوم شكرا لكم